الطفول في المدرسة يومياً يرسم لي رسومات منزلي يقول لي ماما عليش حنا ما عندناش البيت عليش حنا ما عندناش البيت يقول لي زميلي مرة جاب لي صديقه حشو بيدخلوا من البيت من الباب قال لي محبتش ندخلوا يشوفوا الضاريانا غطش ما باهياش هي صرخة أم تتكبد مرارة العيش داخل قبو تحت عمارة بحيلكتي بمدينة جيجل تبكي بحرقة عن مستقبل فرذات أكبادها أمام أنين الزوج سليم الذي يتألم من الوضعية المزرية التي تتقاسمها عائلته مع الفئران والحشرات كريم مليون ومئتين ما هذا القارج يعني تطلب مليون ومئتين ومنها مش فيها بعض فيها القرل وفيها طبانت فيها ولدي مسفريين يعني لدرجة يعني أربيل لي عالم بهم مرئي مرتب الحساسية ضائعين أنا حالة النفسية التاعي يعني ما مده الدهورة جدا أحد عشر سنة من المعاناة تسببت في تظهر صحة الوالد والأطفال ولا حياة لمن تنادي من ألفين وثمانية وننجري لا ضايرة البلدية الولاية المجلسة الشعبية الولائية ما خلت حتى بلاصة لا حياة لمن تنادي ما كان حتى حل الآذن صغير توزع السكنات توزع السكنات وأنا مستفدش يناشد سليم وعائلة السلطات المحلية لترحيلهم إلى سكن لائق يقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أمام هذه الوضعية المزرية يبقى مصير هذه العائلة بين أيدي السلطات المحلية من أجل مصير أفضل